السلام وعليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا بالف خير ومرحبا بكم من جديد في قناتكم يوميات امهيبا وايوب مع فيديو جديد اليومي ان شاء الله غدي نشارك معكم الغذيوة ديالي بسيطة سهلة في المتناول متنوعة هكاية كنغير بها الروتينات ديال الطواجان ديال المرقاة ديال الكوكوت هكاية مره مره نغيره شوية حتى احنا يا محتاجين للتغيير والوليدات حتى هما يا ونزولا عن طالب ديالكم غدي نشارك معاكم اليوميات ديالي بتداء من هاد الاسبوع ان شاء الله غمقا نشارك معاكم فيديويات كل نهار اولا كل يومين غنحط لكم اليوميات ديالي وانتو ما ما تبخلوش عليا بالتعاليق وبالبرتاج وباللايك وكنشكركم بزف زف والشكر قليل في الحق ديالكم نبدو بسم الله على بركتي الله كيف ما تتشوفوا اخواتي غدي نشارك معاكم اليومة الغذيوة ديالي البسيطة اللي غدي ندير انا والوليدات عندي هنا يوحد الكمية ديال الحمد ديال الغنمي كيف ما كتشوفوا كيف ما تتشوفوا بان الغنمي راح كداب ولو تديري كمية كبيرة انفوكي طيب صافي كي صغار كي ولي كمية قليلة هنا اخواتي غدي نبخرو بطريقة سهلة بسيطة تلاخر لحظة وتنوضي تصيبه متفكريش فيه و تديري فلسيطة يبقى شد لك الوقت و تبقي محتارة فيه غدي نديري فالكوكوت بها الطريقة اختي و غدي ندفع ليه القليل من الملح الى عندكم هذيك الكسكاس اللي كيكون وسط الكوكوت كتديروا في الحيمات و تديروا تحت منه شحة شوية ديال الماء و تنتبخر هذي نوعي اللي عندي انا ديال الكوكوت ما عندهم مشتكاس كان ديره هكا ديرك دير القليل من الملحة و القليل من البزار و غدي نضيف واحد الكويس صغير ديال الما كيف ما كتشوفه غير كويس صغير حتي لكان عندكم هكا يلحم جمد في الكنجيلاتور غد شهيت و تديرو مبخر ديرو نفس الطريقة صدوح ليه في الطنجرة غدي تديرو شوية ديال الماء و مليحة و شوية ديال البزار نضيف صلطة الروز نحتاج حبات الفلفل حمراء وخضراء نضيف صلطة الروز نضيف صلطة الروز نضيف الصلطة الروز نضيف صلطة الروز اخذت الماء وغسلت الماء وقليل من المح نحتاج السلطة للبصل كمية الروز كمية الروز كمية الروز سوف تضعف الكمية كمية الروز كمية الروز كمية الروز كمية الروز كمية الروز مقلع مع القليل من زيتون أو زيت المائدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضيف الفلفل اضيف الفلفل صدقوني لو جربتو هات الصلاة هادي غدي تعجبكم وتعجب ويداتكم وغدي تولي معتمدة عندكم وسهلا مافيها الشي حاجة كثيرة واهم حاجة انها كتجيل ديدة بزاف وكتشبع كيفما كتعرفوا بان الروز راكي شبع مزيان ممكن تضيفوا عليها اضافات مثلا جربانة كتسلقوها وتزيدو عليها عندكم كروفات كتزيدو عليها عندكم اللي بغيتو تضيفوه كتضيفوه كتجي زوين بزاف بزاف وحتى المنظر ديالها كيجي زوين بذك اللوينة ديال الفلفلة مع ذك الروز كيجي ولا اروع ايو كيفما تنقول لكم دائما راني كنشارك معاكم غير الوصفات اللي هي بسيطة واللي في المتناول اللي يقدر اي واحد انه يديرها كيفما كتشوفو دابرة الغلاء في الاسعار اي حاجة حطيتي علي الدك إلا وكتلقيها غالية بزاف اللي يحسن اللعوان اخواتاتي هنا من بعد ما طاحت ديك البصيلة ضفت عليها هنا يا ديك الفلفلة الخضراء وفلفلة حمراء والروز عوما زر كيتسلق هنا غادي نستمر هكا في التحريك ما تغفلوش عليها باش ما تتحرقش ليكم البصلة ومن بعد من لي غادي طيب الروز غادي نصفيه وغادي نضيفو عليهم هنا اخواتي ديجا شاركت معاكم هاد الصلطة ديال خيزو كنناخدو خيزو كننغسلوه مزيان وكننجروه وكنحكوه في الحكاكة الغليضة وكنضيفو علي دانون طبيعي اولا دانون بنوك هاد الموز اولا بأي نوك هاللي كتبغيو هاد الصلطة حتى هي كي يحمقو عليها ولي داتي كنديرها اليوم هكا مرة مرة ما في هاش ما في هاش زعماش شي مكونات اليوم صعب دانون وخيزو راه موجود وكيف ما كتعرفو خيزو كي بغيو هالوليدات وكي جيزوين بزاف هكا يا بعدتي ياكلو هالوليدات هكا كخضر غادي نحرك هاكا مزيان ممكن تضيفو عليها واحد قريصة ديال القرفائلة كنت كتعجبكم الماداق ديالها اولا ممكن تديرو ارزا زهر تخلطوها معها حتى هي كتعطي له هاد الصلطة واحد الماداق زوين بزاف بزاف كيف ما كتشوفوه سهلة وهكا يا كنحطوها في طبيلة ديالنا وكننوعو بها مع هادوك الاكلات اللي تنذيرو يوميا نضيفو عليهم هاكا شي حاجة بسيطة ولي كتنفعلو ليداز غادي نخليها هنيا بما دخلت للحيمات غا نحيدهم من الكوكوت كيف ما كتشوفوها وطاب غادي ندخلو الفران يتحمر واحد شوية قدي تعنا واحد اللاطا ديال الفران غادي ندير وارق لطبخ وغادي ندخل الحيمات هكايا الفران باش يتحمروا واحد شوية ما غادي نضيف عليهم تشي اضافات كيف ما كتعرفو بان الغنميرا ميدا بزاف ما غادي نضيف لزبدا لتشي حاجة غادي نحزوه من الطنجرة وغادي نحطوه في في الصيني هذه الفرن وغادي ندخلو يتحمر واحد شوية كيف ما قوتليكم اخوتاتي هانتو ما كتشوفو الحم را تمسخ كيو اللي غير شوية هانا كنحاول نجبدو لانه السخون بزاف كيف ما كتشوفو اخوتاتي ها هويا هادي الكيمياء اللي درت قدامكم شوفو كيف شولات غادي ندخلو يتحمر ومن بعد غادي نكمل السلطات اللي غادي نديرهم مرافقين لهادي الغديوة ديالي وها انتو ما معايا هانا بالنسبة الروز ها هو تسلق اخوتاتي غادي نضيف عليه هذك شوية ديال اللي بقى في الطنجرة غادي نضيف عليه واحد القليل من الماء من الصنبور بارد وغادي نعود نكبو فوق الروز باش هكا ياكي بقى الحبة معزولة على اختها ما كيتعجن متاشي حاجة غير جربو هاد الروز راه كيجيزوين بزاف بزاف غادي ولي معتمد عندكم وغادي بغي وليكم وليداتكم وحتنتو ما غادي يعجبكم بزاف هنا اخوتاتي كيف ما كتشوفو غادي نقطر ذاك الماء اللي نزل من الروز وغادي نخلي حتي تسقطر مزيان وغادي نضيفو على المقلة ديالي كيف ما كتشوفو هنا انا اضفت الروز على المقيلة اللي فيها البصيلة وفيها الفليفلة كما كتشوفو اخوتاتي كمقاو نحركو هكا يا بشوية بشوية بالنسبة للتوابيل اللي تيبغي دك اللون صفر ممكن تزيدوا الكوركم وتديروا الملحة والبزار فقط كيجي ولا ارواع وغادي تضيفو القالين من القصبر والمعدنوس هكا كام فرومين وغادي تبقاو تستمرو في التحريك حتى يطيب ذاك الروز ويتلبس بذاك الماداق هنا اخوتاتي غادي مدن نحط هذوك الخيزوف زليفات هكا كاديل التقديم انا شخصيا كتعجبني هاد الهاد الصلاة وحتا وليداتي كتعجبهم ممكن تديروا حتى الخيار حتى هو كيجي معضانون كيجي زوين بزف بزف بالنسبة لي انا يا ولفت هنا في داري ولفت انا ولداتي خانني خصني ضروري كندير هكا صلاطات كنديرهم مع الغضاء ضروريين واحسن صلاطة بالنسبة لي انا هي دي المطيشة والبصلة الخيار الفلفلاء والزيت والاسود كنديرها يوميا كننا كلها يوميا ما كنملش منها كنحمق عليها ويلا ما كانتش عندي في الطابلة مثلا ولا ما ما كانتش متوفرة لي شي حاجة من مثلا ما عنديش مطيشة او لاكا كنحس بشي حاجة نقصاني تدقلوا لي في التعليق واش حتى انتم بحالي عزيز عليكم السلاطة المغربية المعروفة دي المطيشة والخص بصيلة فليفلا واش حتى انتم ما كتحمقوا عليها بحالي ولا غير انا اللي مدمين عليها كيف ما كتشوفوا دائما في فيديوهات دي ولي ضروري كنديرها هانتم اخواتاتي كيف ما كتشوفوا كتجي زوينة منظر ديال ازوين وحتى الماضاق والله العظيم اللي غتجربوه وغديعجبكم وغديعجبوا ليداتكم وهنا اخواتاتي غادي ندير هاديك السلاطة كيف ما كتشوفوا ماطيشة رب عشرات دراهم الاخوات وغير صغيرة اللي يدير لي ناشي تاوي ديال الخير لهذا الغلال لي غلا بزاف من اللي غادي تكون ماطيشة بعشرات دراهم وغايدخو الرمدان بش حال غا تقام علي نحنا هاد الحريرة و بش حال غا يخصنا في هاد الماطيشة اللي يجعل ربي يدير تاوي ديال الخير ويسر الأمور وطح الأسعار واتقاد الأمور لكل واحد يا ربي وخلاص الناس اللي عندهم ايد وحده ما كتصفقش الناس اللي عندهم مثلا غير الزوج بوحده اللي خداموا اللي يحسن العوال اللي عندهم الازواج ديالهم خدامين شي خدمة اللي علاقة دلحال كي غايديروا مع الوليدات ومع المصروف مع الماء اللي يدير لنا شي تاوي ديال الخير ويدير لنا شي مخرج ديال الخير يا أرحم الراحيمين يا ربي كيقولوا الناس بأنه اللي غا تحش تشوية غادي ترخاص الخضراء والعلم لله كل شي في يدي الله وأي حاجة كتبها لنا الله إلا وغادي توصل عندنا اللي في الرزق ديالنا هي اللي كان ناكلوها ما كنشوفوها متى شي حاجة حتى كان ناكلوها لأن الله هو اللي رزقها لنا الحمد لله على كل حال اي واخوتاتي انتو ما كنتشوفو ردرت غير ثلاثة ديال الحبات لأن مطي شرع غاليا درت بصيلة درت شوية ديال الخص واحد شوية ديال زيتون أسود اللي حضرت معاكم في القناة ديال ما تنذيروا في شلادة بالنسبة للروز ها هو وجد اخوتاتي انا يقسمتو هكيا على الطبيس ثلاثة وغادي نتسنى هذك اللحيمات تحمر واحد شوية بما جاء الوليدات من الندراسة ان شاء الله وغادي نحط الغضاء انتو ما كيفاش كيجي هاد الروز كيجي زوين بزف بزف غير جربوه راه اسهل من النوم اكين وكيجي لديد بزف بزف انا شكرت لكم ليوم هاد الروز هاد الروز بزف كنتمنى انكم تجربوه وتخليولي الرأي ديالكم هني اللحيمها هي تحمرات غادي نحيدها من هاديك الصينية ونحطها في الطبصيل ديال التقديم كيف ما كتشوفو راه هاد غير الغدد يالي انا وليداتي راه ماشي شي حاجة اللي كتب بريستيج ولا راه غير الغدد يالي بصيت انا وليدات اللهم ما اديمها نعمة واحفظها من الزوال انا كنشارك معكم اليوم يد يالي نزولا عن طالب الاخوات اللي تقولوا لي يا ام ايوب عافك شاركي معنا ذو كل الغدوات اللي تديري كيف ما عارفين انني من القليل كندير الكتير الحمد لله والحمد لله احنا قانعين بهذه الحياة ديالنا وقانعين بالعيشة ديالنا اللهم ما لك الحمد ولك الشكر كيف ما كتشوفو اخواتي هانت ومايا راه تحمر وخرها الحجم دياله راه صغار ولكن راه تحمر الله يجعل البراكة اللهم ما اديمانع ما وحفظها من الزوال كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ويتخدوا منو افكار هكايا باش تغيروا الروتين اليومي ديالكم ديال الاكل ديالكم وهذه هي الطبيل اخواتي ديالي ديال الغضاء اللهم ما اديمها نعمة وحفظها من الزوال هتشيل قسم الله اليوما شاركتو معاكم كنتمنى يعجبكم كيف ما ديما كنشارك معاكم اي حاجة اللي كندير في اليوميات ديالي بدون زواق كنتشارك معاكم دائما الاشياء البسيطة اللي تندير الروتينات ديالي اللي كندير يوميا كيف ما كنقول لكم دائما اللي غير مكلفة على قدر الجيب وسهلة بسيطة ما كنت تاخدش بزاف ديال الوقت كنتمنى نكون ما طولتش عليكم بزاف ونكون عند حسن الدن ديالكم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نتلقاوا في فيديو جديد ان شاء الله واقتراح جديد كنقول لكم بسلام عليكم واستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا الى اللقاء اشتركوا في القناة